اشتركوا في القناة في هذا التربص مع رطوبة عالية تصل إلى 86% في المساء وبخصوص الإقاف اختار المنتخب فندق الثاني في براير المصنف خمس نجوم والأفخن بالعاصمة لومي المنتخب الوطني اختار الإقامة في فندق الثاني من فيبري وهو أفخن فندق بمدينة لومي عاصمة طوغو حيث حجز ثلاث طوابق للعبين والبعثة التي ستكون هنا لعشرة أيام مع تواجد وفد من المنتخب الوطني حذر كل شيء تاهبا لوصول اللعبين الذين سيقومون هنا في هذا الفندق خلال تربصهم قبل بداية كأس أمم إفريقيا المنتخب سيتدرب طيلة تواجده بملعب كيغينوم الأرضية الجميلة هو التي سيخوض عليها رفقاء محرز الثماني حصص تدربية المقررة خلال التربص وهنا على ملعب كيغي سيخوض المنتخب الوطني حصصه التدربية إلى غاية نهاية التربص كما سيواجهه منتخب البولندي ومنتخب طوغو يوم الخامس من جونفي على هذا الملعب المعشوش بطبيعي الذي يتواجد في أحسن أحواله من مدينة لومي انطلق المنتخب سنة 2018 وحقق سلسلة الخمسة وثلاثين لقاء دون هزيم ومن لومي سينطلق الخطر من جديد في مهمة تعليق النجمة الثانية تأدية مشوار كبير في كأس أمم إفريقيا مفتاحه وتربص الناجح هنا بالعاصمة الطوغولية لومي كما لمهو تلفزيون النهار لومي الطوغو